قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني أليكزندر كوبراكوف إن بلاده ستعرض تقديم تعويضا عن الأضرار المحتملة للسفن المدنية التي تدخل موانئها في الوقت الذي تحاول فيه كييف زيادة صادراتها بهدف دعم اقتصادها المتدرر من الحرب لضمان نجاح هذه الخطوة قرى البرلمان الأوكراني قانونا لإنشاء صندوق تأمين بقيمة نصف مليار دولار بحسب أليكزندر الذي أكد عبر منصة تدونات القصيرة تويتر أن حكومة بلاده تعمل على استئناف نقل المنتجات وتوسيع نطاقها وتعد أوكرانيا أحد البلدان الرئيسة المنتجة والمصدرة للمنتجات الزراعية والمعادن إلا أنها تتعرض لحصار على موانئها على البحر الأسود منذ الغزو الروسي لأراضيها العام الماضي ولم يعد بإمكانها سوى شحن البضائع الغذائية إلى الخارج ينضم إلينا الناجح العبيدي باحث في شؤون الاقتصادية الأوروبية من برلين سيد العبيدي أهلا بك أسأل هنا عن الجدوى الاقتصادية لهذا الإجراء وهل يمكن فعلا أن يدعم أوكرانيا أو يدعم اقتصاد أوكرانيا المتضرر من الحرب هذه الخطوة هي محاولة للتأقلم مع استمرار الحرب الغزو الروسي دخل عامه الثاني وليس هناك نهاية وشيكة تبدو في الأفق فلذلك طبعا الحرب أصابت قطاع التصدير على وجه الخصوص بالشلل وخاصة عبر البحر الأسود فإذا هناك محاولات تجريها أوكرانيا كان هناك نجاح نسبي في تصدير الحبوب عبر اتفاق بالوساطة التركية ووساطة الأمم المتحدة ويبدو أنه الآن أوكرانيا تفكر بجذب السفن لانعاش قطاع الصادرات الذي تضرر كثيرا نتيجة الحرب في كل الأحوال سيد العبيدي كييف واضح أنها تعول على تفهم عدد من الدول وتعاونهم في هذه المسألة لكننا نعرف جيدا بأن الاقتصاد في نهاية المطاف هو مصالح هل هذا الإجراء يقدم ضمانات لهذه الدول لترسوى سفنها في الموانيا الأوكرانية؟ بالتأكيد أوكرانيا تحصل على مساعدات كثيرة من الغرب ليس فقط على مساعدات عسكرية وإنما أيضا مساعدات اقتصادية لإبقاء الاقتصاد الأوكراني واقفا على قدميه رغم الآثار البليغة جراء الحرب لكن أوكرانيا تعرف جيدا بأنه ربما الدول الغربية وخصوصا الرأي العام فيها ربما يشعر بالملل وربما يشعر بالأعباء الناجمة عن طول هذه الحرب ولذلك تحاول أيضا أن ترسل رسائل إلى حلفاءها الغربية بأنها هي تفعل أيضا من جانبها ما في وسعها للتغلب على المصاعب الاقتصادية وخصوصا في مجال الصادرات التي تشكل أيضا عماد للاقتصاد الأوكراني وخاصة في مجال صادرات التعدين والمواد الغذائية وكما ذكرت كان هناك نجاح نسبي في مجال الحبوب وهي تعمل الآن أيضا باستمرار هذه الاعتفاقية هل من المتوقع من الآثار الإيجابية لهذا القرار أن يكون نالك تنوع في الصادرات الأوكرانية بما يمس المعادن والمنتجات البترولية ونحو ذلك التي توقفت تقريبا منذ بداية هذه الحرب وبدء الحصار الروسي على عدد من الموانئ الأوكرانية يعني بالفعل أوكرانيا تأمل أن تعمم تجربة اتفاقية الحبوب على المنتجات الأخرى طبعا كان هناك وساطة أمامية ووساطة تركية نجحت في تدليل المصاعب التي واجهت هذا الاتفاق أوكرانيا نجحت في تصدير 30 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية وبطبيعة الحال يبدو أن هناك أيضا مصالح كثيرة وخاصة تركيا تركيا أيضا تأمل باستمرار هذا الاتفاق الذي سينتهي بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من الآن في 18 مارس من الشهر المقبل وطبعا هذا سيكون في مصلحة بلدان كثيرة وربما تنجح هذه الأطراف في الضغط على روسيا من أجل السماح بمرور السفن إلى الموانئ الأوكرانية الموجودة على البحر الأسود ناجح لعبيدي الباحث في شؤوني الاقتصادية الأوروبية حدثتنا من العاصمة برلين ترجمة نانسي قنقر